وحول كل هذه التطورات السورية ينضم إلينا هنا في الستوديو الدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة السورية السابق والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية أهلا بك دكتور رياض أبدأ معك حقيقة قبل أن نتحدث عن مفاوضات أستانا بهذا التقرير لمنظمة هيوم الرايتسووتش الذي يثبت بالأدلة كما يقول مدير المنظمة بأن النظام متورط في خان شيخون بأنه يمتلك أسلحة كيميائية حتى أن روسيا متورطة بعدم محاسبته والتخلص من هذه الأسلحة كما وعدت المجتمع الدولي ولكن في المقابل هذا ليس التقرير الأول من نوعه فرنسا أيضا سبقت هذه المنظمة وقالت بأنه متورط ولديها أدلة ولم نرى أي ردة فعل نعم أي ردة فعل من المجتمع الدولي هل لهذا التقرير أي قيمة يعني هو ردة فعل رسمية هذا الآن يعني يمكن أن نقول بأن المجتمع الدولي يحتاج إلى مزيد من التأكيد هذا ما يوضحه التقرير لكن في حقيقة الأمر لا أحد عاقل يحتاج إلى أن يقرأ تقارير لأن الادعاء بأن أحدا ما غير النظام استخدم غازر سارين أو الكلور سيكون أمرا مثيرا من الذي سيقتل أبناءه إذن يعني تذكرين أنه عندما استخدم النظام الكيماوي لأول مرة بشكل فضيع في الغوطة وقتل ألف وأربعمائة طفل تذكرون ذلك كان تبرير النظام بأن هؤلاء الأطفال جاءوا بهم من ريف اللاذقية وقتلوهم هنا وكان ذلك مضحكا ومثيرا النظام هو الذي استخدم هذه الأسلحة الكيماوية وهناك بعض الملاحظات التي ربما تغيب عن بال بعض المشاهدين أولا لا يمكن لغير النظام أن يستخدم الأسلحة الكيماوية لأسباب عديدة لأنه هذا الغاز يحتاج إلى تقنية خاصة لكي يطلق إن لم يكن بقاذفات مختصة كالتي تأتي من الطائرات يعني من الصعب وضعها على الهونات مثلا الأمر الثاني بأن القول الذي دعته روسيا بأنه مصنع أسلحة وفجير في الحقيقة أن تفجير الغاز الكيماوي لن يكون له تأثير إطلاقا على الإطلاق كيميائيا إذا جاء في درجة سخونة معينة عند وصول القبائل الأمر الثالث صناعة الغاز هذا ليست صعبة وليست مكلفة يعني يستطيع النظام بوجود الخبراء وبوجود المواد اللازمة وبوجود التقنية التي يحفظها جيدا أن يعيد إنتاج غاز السارين يعني إذا على افتراض من قال بأنه سلم أسلحته خلال شهر يستطيع أن يكون لديه فكل ذلك يعني هذا الذي تتفضل به أيضا يعني تحدثت عنه بريطانيا كما قلت على العالم كله يعني طيب هل يمكن الآن أيضا هذه المنظمة تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة النظام هل يمكن أن يحدث هذا ولو خرقا بسيطا لا سيحدث الكثير ولو قيمة معنوية معينة أنا أعتقد بأنه سيحدث الكثير لأن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بما فعلته روسيا للتملص من الإعلام بأن النظام قام بذلك والحقيقة هي متورطة لأن روسيا هي الضامن يعني روسيا لها الآن موقف مريب يعني هي تقول بأنها هي التي ستسعى إلى السلام هي التي ستضمن وقف القتال ولكن هي مسؤولة هذا الضامن الروسي مسؤول عن استخدام النظام للكيماوي مسؤول مسؤولية قانونية حسب ما وقع به الطرف الروسي في اتفاقيات وقف اطلاق النار وإذا قال الروس بأننا لا نعلم فهذا أمر مسيء أكثر ونحن نحملهم مسؤولية كدولة احتلال الآن نعم سنتابع هذا الموضوع بشكل ثاني بقي أن أقول ماذا سيفعل مجلس الأمن الآن هو التحدي أنا أعتقد بأن على الإدارة الأمريكية أن تقول ما قال ماكرون المرشع الرئاسي الفرنسي خارج مجلس الأمن أو داخله هذا المجرم الذي يقتل الأطفال دون أن يهاب قانونا أو حكمة أو دينا أو تقليدا أخلاقيا يجب أن يعاقب طيب فيما يتعلق بمجلس الأمن هناك اليوم مجموعة عمل تنوي الأمم المتحدة إنشائها أو على ما أعتقد أنها وضعت الخطة لها تجمع التبرعات لتمويلها هذه مهمتها أن تحدد المسؤولين عن الفضاعات التي ارتكبت في سوريا عن جرائم الحرب وتبدأ بمقاضاتهم هل يمكن أن يكمن لها أي تأثير فعلي هذه المجموعة خصوصا بأنه كما رأينا في الخبر يعني كان هناك مجموعة مماثلة بدأت عملها منذ عام 2011 ولم نرى أي نتجام المسؤولين نعم سيدتي عندما تريد الدول أن تفعل شيئا فهي تفعله دون أن تكون لديها كل الملفات اللازمة لأن الحقيقة واضحة وبينة في عام 2013 تذكرون من الذي حدث تدخل نتنياهو وتدخل بوتين ولملمت القضية وكانت العقاب على السلاح وليس على من استخدم السلاح يعني عقب السلاح بأخذه ولكن من استخدمه وبقي طريقا الآن أنا أعتقد بأن هناك جو مختلف ولا سيما أن الإدارة الأمريكية فيما يبدو جادة في معاقبة النظام لاستخدامه الكيماوي وأنا أقول ليس الكيماوي فقط الناس يقتلون بالنبالم الآن الناس يقتلون بالبراميل المجازر ترتكب في كل ساعة الإدارة الأمريكية أنه في كل يوم قلال شهر نيسان كان النظام يقتل ثلاثة أطفال الإدارة الأمريكية تقول هي جادة كيف يعني البعض قال بأنه بوقتها استهداف مطار الشعيرات كان ضربة منفصلة يتيمة ولن يكون لها توابع أخرى عندما تتحدث الآن أنا لا أطلب من الولايات المتحدة أن تزوج جيوشها في سوريا لكي تدمر ما لم يدمر الآن لا نطلب هذا نحن نريد موقفا صالما في مجلس الأمن يعني أن ننتهي من حكاية الفيتو التي جعلت مجلس الأمن مشلولا بلا طاقة بلا قدرة وفقد معنى اسمه لم يعد مجلسا للأمن صار مجلسا للأدوان إذا كان روسيا تستطيع أن ترفع الفيتو في كل أدوان هذا تحتدان يعني لماذا يمكن الولايات المتحدة أن تفعل وجه الفيتو؟ ما هي ورقة الضغط على روسيا التي يمكن أن تستعملها في روسيا؟ لديها العديد من القضايا ولعل أهم هذه القضايا هي حرص روسيا على أن لا تدخل في صراعات أو في ثماس سيء مع الولايات المتحدة وهي تعرف بأن لديها آمال أو آفاق محدودة في المتوسط يعني روسيا لها مطلب لها حصة من الكعكة إذا وصلت إليها ستترك الباقي وهذا واضح وسيكون قريبا كنا نتحدث منذ قليل وتقول بأن روسيا تستهدف بشكل يومي السوريين روسيا لم تحرص على تخلص النظام السوري من ترسانته الكيميائية ولكن نرى في المقابل بأنه عندما تدعو روسيا إلى مفاوضات جديدة في أستانا المعارضة المسلحة تلبي الدعوة وينتقدها البعض من الفصائل المقاتلة الأخرى بأنها تشرع النوعا ما وتغطي على الدور الروسي في سوريا كيف تعليقون على ذلك؟ يذينا مقولة في تاريخنا العربي تقول مكره أخاك لا بطل ولئن قيل بأن بوسع هذه المعارضة أن تقول لا دائما فعلينا أن نوفر لها البدائل في الحقيقة المعارضة الآن في حالة محرجة جدا تكاد تفقد داعمها لأن الوضع أصبح شديد للتراب في سوريا يعني حتى المعارضة منهكة بصراعات داخلية كما ترين بغوطة دمشق في الغوطة المؤسف والمفجع بأنه لا يوجد وضوح إلى الآن في الإرادة الدولية يعني نحن قلنا يعني أنت ذكرت الآن قلت بأن الضربة كانت الأمريكية لمطار الشعرات وأنا سميتها هنا في هذا الاستوديو أنها ضربة على الطاولة هي لا تعني إنذاراً حقيقياً جداً هذا له تأثير أيضاً نحن مثلاً نلحظ حتى الآن غياب الولايات المتحدة يعني نحن في موقف لا نحصد عليه نذهب إلى الضامن الروسي الذي يقتلنا سنشكو إليه منه يعني روسيا إلى الآن رغم هذا الذي تم الحديث عنه من أنها تملك أفكار جديدة لا تعطينا ثقة بما تفعل أنا شخصياً على صعي الشخصي لا أستطيع أن أثق كيف أثق طيران روسيا يقصف كل يوم ثم ما هذا الذي ستدعونا إليه ستذهب المعارضة نعم وسترى ما الذي سيقدمه الروس هم قالوا كان زملائنا في المعارضة مترددين لا يريدون الذهاب طبعاً هناك دول ناصحة قالت بل اذهبوا ولا تقولوا بأنكم معطلون ولا تظهروا بأنكم لا تريدون حلاً سياسياً ولا تظهروا بأنكم تصرون على إطلاق النار حسناً أبدوا حسناً نية واذهبوا طبعاً يذهبون ولا يوقعون على شيء ضد مصلحة الشعب أعلن بأنه لا تنازل عن شيء من الثوابت حتى وإن ذهبوا وسيذهبون ولكنني أقول بأن البعد الدولي ما يزال غائماً هذا الذي تقدمه روسيا حتى في هذا العرض يسمونه الآن تخفيف التصعيد هذه الوثيقة يعني بدل وخف اطلاق النار تخفيف التصعيد من الضامنون ليس روسيا وليس تركيا طبعاً ولكن يتحدثون عن نشر قوات لحفظ نعم من دول محايدة هذا الموضوع ألا يطمئن قليلاً؟ لا لا يعني إلى الآن هم لم يتلقوا عرضاً من أحد بأن يساهم يعني أنا أرى بأن هذا نوع من الإغراق في التفاصيل وأنا أيضاً أراه رغم أنني موافقة على أن يذهبوا اذهبوا واسمعوا ماذا سيعرض حسناً سيكون محرجاً أن يذهب وفد النظام ولا يذهب وفد المعارضة لكي يقولوا شوفوا انظروا المعارضة لا يقبلون نعم ستقبل المعارضة وستذهب إلى كل مؤتمر وفي كل جلسة يتم الحديث فيها عن حل سنذهب وإن كنا غير مطمئنين إلى النتائج ولكن لن نتنازل عن شيء وبالطبع القرار هنا ليس للهيئة العليا للمفاوضات لأن هذا يتم على الفصائل المسلحة وليس معنا كهيئة عليا ولكنني أفهم ماذا يفكر أو كيف يفكر المعارضون الأسكريون المهم بأن هذا الإغراق في التفاصيل هو محاولة من وجهة نظري للالتفاف على الدخول في عملية الانتقال السياسي نحن أردنا في آخر جولة في المفاوضات في جنيف أن نباشر الحديث في الانتقال السياسي قالوا لا تعالوا إلى مناقشة الانتقال ولكن أستانا معروف دكتور رياض بأنه لا يبحث الشق السياسي وإنما الشق العسكري الميداني ووقف إطلاق منه صحيح ولكنه سيعرقل يعني عندما يثبت مناطق آمنة هذا حديث لمناطق آمنة فيه استباقا عن مشروع ترامب المشروع التركي أصلا لإقامة أماكن آمنة وهنا مزيد من التدخل الدولي في سوريا أنا شخصيا حتى وإن كان من دول عربية لا أحبذ مزيد من التدخل بما أنني أعرف جيدا بأن روسيا قادرة أن توقف النظام عن الضرب وعن القتال اليومي للمعارضة وللشعب السوري إذن ما الداعي لهذه المناطق قولوا للنظام هيا لنقف وقفة صارمة نعلن فيها أن القتال انتهى وتعالوا إلى المفاوضات فقط هي تستطيع أن تأمر النظام بل تستطيع أن تأمر إيران أيضا ونحن الباحثون أصلا عن وقف إطلاق النار لأن مزيدا من النار هي ضد شعبنا تحدثت عن ضبابية لا تزال موجودة في الموقف الدولي الموقف الأمريكي على وجه الخصوص فلماذا برأيكم؟ هل لأن الإدارة لم تتخذ موقفا حاسما بما يتعلق بالأزمة السورية مع أنه بالأمينة الأخيرة قيل بأنه بدأ يتضح الموقف بعد ضرب مطار الشعيرات طيب أنا الآن سأقول باسم الهيئة العليا للمفاوضات إننا ما نزال ننتظر إعلانا عن موقف صارم وحاسم لصالح الحل السياسي ولكي تدخل الولايات المتحدة كحالة توازن كفتين بين روسيا وبين الفراغ بالذين عيشوا نريد توازنا يعني إذا كانت روسيا هي التي تمثل النظام فالتقف دول كبرى لكي تساند المعارضة ليس ضد شعبنا ليس ضد سوريا وإنما أن تقف لإنهاء هذا القتال وأن تقف لإجبار الجميع على حل سياسي وهذا الحل السياسي الذي نطلبه هو ما قرره المجتمع الدولي في القرار الدولي 2254 بمعنى آخر أنا لا أتوقع من جنيف أن يأتي بحل حتى المفاوضات القادمة السادسة لا أعول عليها كثيرا الحل لن يكون إلا بتوافق دولي وبقرار جاد وصارم من مجلس الأمن ولن يستطيع مجلس الأمن الوصول إلى مستوى هذه القوة إلا بموقف قوي من الولايات المتحدة لأن المواقف السابقة باتت مخزية حتى إذا أراد الباحثون في المستقبل دراسة ما حدث سيسخرون من الذي يحدث في مجلس الأمن هذا على المستوى الموقف الدولي الذي يعيق الوصول إلى حال ولكن هناك موقف داخلي أيضا ذكرت في سياق حديثك يضعف نوعا ما موقف المعارضة وتحديدا المعارضة المسلحة ومثال على ذلك ما يحدث في الغوطة الشرقية المشكلة أنه مسرح رائس سيدتي هو مسرح رائس اللاعبون يقفون وراء الستارة هم الذين يحركون بالخيطان يحركون هذه الجماعات وأنا أعتقد بأن بقاء النصر وبقاء داعش ليس مسؤولية السوريين إطلاقا وإنما مسؤولية من يقف وراء الجدار ويحرك ويلاعب بالتالي أسأل وأسأل أمام الملأ من الذي يدعم داعش أنا لا أصدق أن ستين دولة حقا يحاربون داعش من أربع سنوات إلى الآن دون أن يحققوا تقدما من الذي يدعم النصر هناك دول معنية فلتغلق مسارب الدعم ولتوقف هذا الطغيان لأنهم في هذا الذي يفعلونه شاغبوا على الثورة وجعلوا الثورة موضع الزراء عالمي أأنتم الثورة نحن لسنا تورابورة ولسنا القاعدة نحن طلاب حرية وكرامة وعزة نريد قوانين ودستور ودولة مدنية الذين جاءوا بهؤلاء هم المسؤولون والآن يشويهون الإسلام عبر هذه التنظيمات الإرهابية التي يجب أن يتكاتف كل المجتمع الدولي لإنهائها بيومين وليس بعشرين سنة أذكر أن أوباما قال نحتاج عشر سنوات القضاء على داعش كلام يعني يعني يدعو إلى السخرية شكرا جزيلا لك الدكتور رياض نعسان أغا وزير الثقافة السورية السابق والمتحدث باسم الهائة العليا للمفاوضات السورية حدثنا هنا في الستوديو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم